انفراجة اقتصادية كبيرة سيلمسها المواطنون في المحفظات المحرارة قريبا هذا ما أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أثناء اجتماع لقيادة مجلس إدارة البنك المركزي ووزارة المالية والجهات التابعة لها رئيس الوزراء تعهد بتعزيز التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية بالمزيد من الإصلاحات والدعم من شركاء اليمن من الأشقاء والأصدقاء في الفترة القريبة المقبلة وهنا قدم رئيس حكومة المناصفة الشكر للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما السخي والمستمر لليمن وشعبها في المجالات كافة المجتمعون وبحسب وكالة سبأ نقشوا الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية والإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقطية والمالية وهنا ربط محللون اقتصاديون تصريحات رئيس الحكومة بما أعلن عنه قبل أسابيع بشأن الوديعة المنتظرة من الإشقاء في التحالف بالإضافة إلى الزيارة التي قام بها عبد الملك قبل أيام إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وما صدر عنها من أنباء تفيد بمواصلة دعم حكومة المناصفة وخاصة على الصعيد الاقتصادي وأخيرا أشار رئيس الوزراء خلال حديثه في الاجتماع المالي المهم بأن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية وقال سنحقق في هذه المعركة نصرا يتوازى مع الانتصارات الميدانية والعسكرية المحققة في شبوه ومأرب وبقية جبهات القتال ضد مشروع إيران الدموي في اليمن عبر وكلائه من مليشيات الحوثي اشتركوا في القناة